ليل الأحبة بدره نور بدى والطير من فرط المحبة قد شدى والثور بل له التبتل والأدى واندى طوب المساء إذا اجتمعنا على الهدى إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم انتهينا بفضل الله تعالى في اللقاءات السابقة من الأحاديث الوردة في كتاب بدء الوحي واليوم بمشيئة الله تعالى نبدأ الكلام على أحاديث كتاب الإيمان من صحيح أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى الذي هو أصح الكتب بعد القرآن العظيم قال البخاري رحمه الله كتاب الإيمان بسم الله الرحمن الرحيم باب الإيمان وقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمسة قال وهو قول وعمل يعني الإيمان قول وعمل قول وفعل ويزيد وينقص وهذا مذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان أن الإيمان يزيد وينقص وأن العمل داخل في مسمى الإيمان خلافا لطائفة كبيرة من المنتسبين إلى الملة الإسلامية قال الله تعالى ويدلل الآن على زيادة الإيمان قال الله تعالى ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم وقال تعالى وزدناهم هدى وقال تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى وقال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم وقال تعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا وقوله تعالى أيكم زادت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا هم يستبشرون وقوله جل ذكره فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وقوله تعالى وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا فهذه كلها آيات أوردها البخاري رحمه الله تعالى للتدليل على أن الإيمان قول عمل وأنه يزيد وينقص والبخاري رحمه الله تعالى رجل عظيم القدر جدا له فقه كبير كان يضع بين العناوين يعني يقول باب الإيمان ثم يضع مثل هذه الآيات وبعدها آثار وأحاديث يدلل على القضية التي يريد أن يشرحها وأن يأتي بها قال وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي هو ابن الخيار قال إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا إن للإيمان فرائض وشرائع وحدود وسنن فمن استكملها استكمل الإيمان ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان يعني لا يكون تمام الإيمان إلا بالإتم بالفرائض والأركان والحدود والسنن قال فإن أعش فسأبينها لكم وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص هذا كلام عمر بن عبد العزيز الذي يكتب بسواد العيون وقال إبراهيم يعني عليه السلام قال إبراهيم ولكن ليطمئن قلبي يعني يزداد إيمانا فيصل إلى مرحلة أطمئنان القلب وقال معاذ لبعض أصحابه إجلس بنا نؤمن ساعة وقال ابن مسعود اليقين الإيمان كله وقال ابن عمر لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدعى ما حاك في الصدر وقال مجاهد شرع لكم من الدين يعني شرع لكم من الدين ووصى به نوحا قال أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا وقال ابن عباس لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا يعني سبيلا وسن فين بقى الحديث المطابق لهذه الترجمة يعني هو الباب الإيمان وقول النبي صلى الله عليه وسلم بنية الإسلام على خمس كان المفترض أن الحديث الذي يأتي عاقب هذه الترجمة هذا العنوان هو حديث بنية الإسلام على خمس فانتهى الكلام إلى الأثار والأحاديث التي ذكرنا ثم بدأ باب آخر بعنوان باب دعاؤكم إيمانكم وقال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة ابن خالد عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم بنية الإسلام على خمس فده تقريبا من الايه من اختلاف الرواة اختلاف رواة الصحيح لأن المطابق للعنوان المطابق للباب الأول هو الباب الإيمان وقول النبي صلى الله عليه وسلم بنية الإسلام على خمس كان المفترض اللي يجي هنا من الأحاديث هو بني الإسلام على خمس اللي نشرحه الآن فهو وضع بني الإسلام على خمس تحت باب دعاؤكم إيمانكم قل ما يعبأ بكم ربي لو لا دعاؤكم يعني لو لا إيمانكم لو لا صلاتكم المهم قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبيد الله بن موسى ده العبسي قال أخبرنا حنظلة ابن أبي سفيان عن عكرمة ابن خالد عن ابن عمر فعندنا من أدوات التحديث من الأداء يعني البخاري قال حدثنا عبيد الله بن موسى وعبيد الله بن موسى قال أخبرنا يعني هو قرأ على حنظلة ابن أبي سفيان لم يحدثهم إنما قرأوا عليه وحنظلة قال عن عكرمة ابن خالد وهو ليس مدلس عشان العنعانة دي مشكلة في الرواية محمولة على السماع لمن لا يعرف أصلا بالتدليس وحنظلة قال عن عكرمة وعكرمة قال عن ابن عمر وعكرمة أيضة ابن خالد لا يعرف بتدليس عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمر طبعا من السادات الأولين السابقين أسلم صغيرا ورده النبي صلى الله عليه وسلم في أحد وكان عنده 14 سنة وهو من المكثرين في الرواية من أحد السبعة المكثرين في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة وابن عمر وجابر وابو سعيد الخدري وعائشة وغيرهم ابن عباس فابن عمر في الترتيب يعتبر التاني في كثرة الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسنده قرابة 2200 في مسند الإمام أحمد عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان ماذا تقول في حديث وحديث مشهور أصلا بني الإسلام على خمس ده أطفلنا الحمد لله في كيجوان يحفظونه فانت جاي تقول إيه على بني الإسلام على خمس لا أقول كتير أقول كتير لأن أول حاجة في الأصول التي بني عليه الإسلام هم الشهادتين والشهادتين وللأسف الشديد صار مغفولا عن معانيها التي هي أصل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فما معنى الشهادتين يعني ما معنى أنك تشهدوا أن لا إله إلا الله هذه القضية الكبرى التي قام عليها خلق الأولين والآخرين التي بها قامت السماوات والأراضين التي بها قسم الله الناس إلى متقين وفجار وأهل جنة وأهل نار من أجل هذه الكلمة الطيبة لا إله إلا الله محمد رسول الله فهل أنت فاهم معناها؟ أنت عملت ردد الشهادتين للنهر أنت فاهم يعني إيه لا إله إلا الله؟ ما معنى أنك تشهدوا أن لا إله إلا الله؟ شهدت أن لا إله إلا الله يعني لا معبود إلا الله تقول لي طيب أنا بعبد ربنا أنا لا أعبد غيره أقول لك العبادة ليست هي الصلاة والصيام والزكاة والحج العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال والمعتقدات لا إله إلا الله يعني لا حاكم إلا الله تقول لي إيه لا حاكم إلا الله يعني ربنا هي حكم العالم لا يعني لا ينبغي أن يكون هناك في الاحتكام إلا شريعة الله التي أنزلها ولما أنزلها أصلا الله تعالى لما أنزل شرائعها لما أرسل رسولها أرسله بدستور أنزله بقانون أنزله بكتاب يوجه حياة الناس إلى سعادتهم في الدنيا والآخرة فهل نظرتنا لهذه الشريعة المنزلة من السماء أنها حاكمة علينا هي التي تقرر مصرنا هي التي تقول افعل أو لا تفعل هل نحن نظرتنا لشريعة الإسلام نظرتنا للكتاب المنزل من السماء للأحاديث التي قيلت من فم المعصوم عليه الصلاة والسلام أننا فعلا نتحاكم إلى الله وإلى الرسول هل معنى الشهادتين مطبق واقعيا في حياتنا إنه لا آمر إلا الله كما أنه لا خالق إلا الله يعني كما أنه هو الخالق سبحانه لم يشركه في خلقه أحد فلا يشركه في توجيه خلقه أحد ألا له الخلق والأمر كما أنه الذي خلق ورزق هو الذي يأمر وينهى هو الذي يوجه عباده هو خلقهم ليعبدوه ما خلقهم ليعبدوا غيره ما خلقهم ليعتقدوا في غير ما أمر به أو يتوجه إلى حيث لا يريد ولا يحب سبحانه وتعالى وهي كلمة يعني قال بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله من قالها نفعته يعني صار مسلما بنطقها طب لماذا عارض المشركون في مكة وحاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على كلمة ستقال باللسان يعني لماذا تنصى بالمعارك ويحصل فرقة بين الولد وأبيه وبين الأب وابنه وبين المرء وزوجه وبين المرء وأخوها وتحصل هذه الفرقة العجيبة في المجتمع المكي أول ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم من أجل كلمة ما كانوا يقولوها ويرايحوا دماغهم لكن هم عرب بلغتهم نزل القرآن وعرف يعني لا إله إلا الله هو يعلم أنه إذا قال لا إله إلا الله سيترك على عتبة الإسلام كل متعلقات الماضي لذلك هم كابروا قالوا ألي هذا جمعتنا تبا لك سائر اليوم لما جمعهم على الصفة وقال لو أخبرتكم أن خيلا تغيروا عليكم من وراء هذا الوادي أكنتم مصدقية قالوا ما جربنا عليك كذبا قط قال قولوا لا إله إلا الله تفلح قالوا ألي هذا جمعتنا جمعتنا عشان نقول كلمة مش عايزين نقولها طيب هم كانوا يخسروا إيه ما كانوا قالوها وفضوا بنزاع بينهم وبين الدين الناشئ وبين الرسول المبعوث وبين آباؤهم وأبناؤهم وأولادهم وأحفادهم ونساؤهم ورجالهم وكلمة وخلاص يعني يكبر يعني يقول كلمة يكلمة ويخلص لا هو عارف يعني يكلمة إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون فهو عارف معنى الكلمة القرآن نزل على قوم يفهمون الخطاب فهو عارف إنها ليست كلمة يقولها ويرتاح لا ده كلمة وراءها التزامات هكذا كان الرجل العربي اللي القرآن نزل بلغته وخاطبه به يفهم يعني إيه لا إله إلا الله ويعني محمد رسول الله إحنا جينا في دراسة العقيدة في القرون المتأخرة يعني بعد القرن الثالث بعد عصور يعني الخيرية حصل في الأمة في دراسة المعتقد في دراسة العقيدة في دراسة معاني لا إله إلا الله خلت كتب الاعتقاد المدرسة عندنا في جامعتنا ومعاهدنا العلمية من الكلام على التعبد بلا إله إلا الله وصار الجدال والخصام حول صفات الرب سبحانه وتعالى وبعض الجزئيات المتعلقة بصفات الرب سبحانه وتعالى وملئت كتب الاعتقاد بهذا الخلاف وشحنت العقول بهذا الخلاف ولم تهتدي إلى معاني الكلمة وما يجب أن نتعبد الله تبارك تعالى الله تعبدنا به بمقتضياتها بلوازمها بشروطها بأركانها بما تحتاج مننا لا إله إلا الله فتركنا هذا وخلت كتب الاعتقاد من عند أبو حامد وانتنازل لاقتصاد في الاعتقاد والعدد الإيجي في المواقف وتساعد التفتزان وغيره حتى الكتب الجوهرة وغيرها من معاني لا إله إلا الله ما هي كتب توحيد إزاي كيف هي كتب عقائد يعني كيف تخلو كتب الاعتقاد المقررة في جامعاتنا ومعاهدنا من معاني لا إله إلا الله ومتطلبتها وشروطها وأركانها وما تحتاجه مننا رحنا بعيد خالص تركنا أصل البعثة أصل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخلاف حول بعض متطلبات يعني العقيدة في الصفات أهكذا تكون دراسة العقائد أهكذا تبنى الأجيال كده هنطلع الجيل الرباني هنطلع الأمة الموحدة توحيدا يحبه الله تعالى ويرضاه جدى العقيم حول مسائل الصفات جدى العقيم حول قضايا الاعتقاد والقضية الأصلية التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقام هذه الحروب بينه وبين مخالفيه من أجل تعبيد الناس لرب الناس سبحانه وتعالى فأنت مطالب أيها الأنا وأنت أيها المستمع الكريم بأن تعرف أن هذه الكلمة التي خلقت من أجلها كلمة عظيمة وأن هذه الكلمة هي النجاة وأن النجاة من وراء هذه الكلمة تتطلب منك أن تتعرف على معالم التوحيد في قضايا قضاء القدر في مسائل الإيمان في مسائل العبادات في مسائل التحاكم وغيرها من القضايا الكبيرة الحادثة ونفس الكلام يعني كما أنك لا تعبد إلا الله وأنت رضيت بذلك عبدا له كذلك لا تتبع غير رسوله وده معنى الشهادة الثانية معنى شهادة أن محمد الرسول الله إذا ارتضيته إذا ارتضيته مبعوثا من عند الله للأخذ بيدك إلى النجاة فكيف تترك السير خلفه وتمشي خلف آراء وأفكار وتوجهات وعقائد وأخلاق وأشياء ما جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم ولا دلان عليه فهل فهمنا يعني إيه؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله ليست كلمة قلب اللسان كلمة تحتاج بعدها إلى عمل إلى توحيد المصار توحيد مصادر التلقي ربنا قال هذا قال يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يد الله ورسوله يعني لا تتبع رأي حد ولا مزاج حد ولا تشريح حد على مراد الله على كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَي اللَّهِ وَرَسُولِي وَاتَّقُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ فهذا معنى إيه؟ هذا معنى عظيم جداً من معاني أركان الإسلام الأساسية التي لا يقوم البنيان إلا عليها بني الإسلام على خمسة فلا يكون أربعة ولا يكون ثلاثة ونحن الشهادتين قصر مشترك بين كل الأمة هي والصلاة بعد كده الزكاة على الغني الحج على القادر فماذا بقي من أركان الإسلام العملية؟ الشهادتين والصلاة والصيام الصيام مرة في الشهر شهر في السنة الصيام شهر في السنة صيام الفريضة والحج على من قدر والزكاة على من قدر أدي الخمس أركانهم تباقي منهم عملياً يعني إيه الباقي عملية من أركان الخمسة؟ الشهادتين والصلاة والباقي كله الصلاة والصيام والباقي على القدرة لا يزكي من لا يملك ولا يحج من لا يملك فآلة الأمور إلى إيه؟ إلى القاسم المشترك هو صيام الشهر في السنة والصلاة الصلوات اليومية وقبل ذلك الشهادتين وما شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فكون الحديث مشهور بنية الإسلام على خمس كونوا حديث مشهور يعني ما الذي استفدته من الشهرة وأنت لم تعمل يعني ما الذي أخذته من شهرة الحديث وأنت غير عامل به نعم أنا أعلم أن حديث بنية الإسلام على خمس وجاي المسلم من سلم المسلمون من لسانيه ويده والإيمان وبدع وستون شعبة كلام سهل وكلام محفوظ لكن هل العبرة بالسهل والمحفوظ ولا العبرة بالتطبيق العملي؟ إنك إيه؟ إنك بتقول لا إله إلا الله محمد رسول الله موقناً بها قلبك مصدق بها لسانك تعرف أنه سبحانه الخالق الرازق المدبر لأمر هذا الكون الذي لا تصحي العبادة إلا لا وليصح أن يعبد غيره وأن يشرك بالله تبارك تعالى في عبادته أحد لا ملك مقرب ولا نبي مرسل وأن النذر يجب أن يكون لله وأن الذبح يجب أن يكون لله وأن العبادات كلها يجب أن تكون لله وأن أعمال القلوب من الخوف والرجاء والمحبة والتوكل والإنابة والخشية يجب أن تكون لله سبحانه وتعالى وحده كل هذه من أعمال الجوارح وأعمال اللسان وأعمال القلوب وأن تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشدد في هذا الباب تجديداً عظيماً ما كان يجامل فيه أبداً باب التوحيد الحرف الواحد كان يقف ويقيم خطبة من أجل خطأ الناس في حرف واحد عائشة رضي الله عنها في ابن ماجة بإسناد صحيح أن أبا الطفيل أخو عائشة من الرضاع رأى رؤية فقصها عليها وقصتها عائشة على النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا الطفيل لقي قوماً من اليهود فقال من القوم؟ قالوا النصارى فقال نعم القوم أنتم إلا أنكم تقولون العزير بن الله فقالوا ونعم القوم أنتم إلا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد هذا في المنام قال ثم لقي قوماً من النصارى فقال من القوم؟ قالوا النصارى فقال نعم القوم أنتم إلا أنكم تقولون المسيح بن الله فقالوا ونعم القوم أنتم إلا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد ما شاء الله وشاء هذه الواو التي تفيل التشريك بين مشيئة الرسول ومشيئة الله فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الرؤية وصعد المنبر وقال إنكم كنتم تقولون قولاً ما منعني أن أنهاكم عنه إلا الحياء لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد وقولوا ما شاء الله وحده حرف عشان حرف يخطب خطبة عشان حرف وكان لا يقبل صلى الله عليه وسلم الغلو فيه ولا المديح الزائد عن الحد المتعلق بباب العبودية ويجرد الخطبة من أجل كلمة قال لما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم وكسفت الشمس قال الناس كسفت الشمس لموت إبراهيم كلمة قيلت في وفاة ابنه مجاملة كان يسكت ويعديها لا ما مررها قال إن الشمس والقمر آياتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياة ولما كان يحصل فيه غلو وشيء زائد يقول إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديدة من قريش فهذا من توضعه صلى الله عليه وآله وعلى يعني عدم سماحه بفتح باب الغلو فيه قال في مرض موته صلى الله عليه وآله اللهم لا تجعل قبري وسنًا يعبد لعنة الله على اليهود والنصارى يتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد قالت عائشة يحذر ما صنعوا ولولا ذلك لأبرز قبرة إلا أنه خشي أن يتخذ عيدا وهو في فراش الموت يقول اللهم لا تجعل قبري وسنًا يعبد يبقى مولد منصوب والناس تطوف حوله وتتمسح به فصدق الله رسوله في دعائه وأقام حراسًا على قبره يبنع من إحداث أي مظاهر شركية عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم من التمسح به أو واحد يعني يطلب منه المدد أو يطلب منه الشفاء ليه لأنه قال هذا قال اللهم لا تجعل قبري وسنًا يعبد لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد قالت عائشة تحذر ما صنعوا إن يتخذ من قبور الأولياء والأنبياء مساجد أو يعني مظاهر تشعر بصرف العبادة إلى غير الله قال طبعا الكلام في هذا يطول جدا الكلام في التوحيد وشروط لا إله إلا الله وأركانها ومقتضياتها وما تتطلبه هذه الكلمة الطيبة الكلام في ذلك يحتاج إلى وقفات طويلة والكلام على توحيد اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا يتبع إلا محمد صلى الله عليه وآله فالله تعالى أرسله لذلك الله تعالى أرسله ليتبع وأن يقتدى به عليه الصلاة والسلام لا أن تكون الأمة في وادي ورسولها في وادي وده الواقع اللي نعيشه الحداثة والعلمانة والطيارات الغازية وخلوبه وكتب الاعتقاد للأسف الشديد اللي بتدرس اليوم في معاهدنا وجامعاتنا من مقاومة طيار الإلحاد الجارف طلبة في أصول الدين بتلحد كليات أصول الدين بأعيني أرى هذا نقاشات حول طلاب في مراحل السنة وجامعة في الكليات الخاصة مقبلة على الإلحاد طيار جارف طيار جارف ففين من خدم معاني لا إله إلا الله في جامعاتنا اليوم فين دور الدعاء فين مشيخة الأزهر فين علماء الأزهر فين طلاب العلم في كل مكان الموجة عالية موجة الإلحاد القادمة على الأمة موجة عالية ليست شركة بس إلحاد الآن إنكر الخالق سبحانه فده موضوع يحتاج إلى تجريد يعني إلى تجريد الدعاة والمنابر والهيئات والمؤسسات العلمية لوزارة الأوقاف ومشيخة الأزهر وغيرها من المؤسسات الدينية تنتبه لهذا الخطر المقبل على أحوال الأمة طيارات شديدة آخذة طيارات آخذة وإن لله وإن ليه راجعون ويجب أن يكون هناك وقفة أمام موجات الإلحاد المقبلة بشدة على هذه الأمة فالشهادتين الشهادتين أصل بعثة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة إقام الصلاة شيء زائد على الصلاة إقام الصلاة يعني التزامها موظبة عليها على الأركان على الشروط على الأوقات على النوافل المتعلقة به والصلاة في مجتمعنا وللأسف الشديد ضيعها الكثير الناس تترك كثيرا من الصلاة يعني في الناس من لا يصلي إلا الصبح وفي الناس من لا يصلي إلا الجمعة وبقول في الناس ليسوا مليون ولا اتنين ولا تلاتة ده أكثر من ذلك التاركون للصلاة عدد كثير ومن الحامل هذا من يحمي من يحمي صلوات الأمة من يحمي صلاة الأمة التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يموت هو يحتضر الصلاة الصلاة وما ملكت أيمنكم يوصي بها يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمنكم وعمر يقول لا عهد في الإسلام لمن ضيع الصلاة فكم من صلوات كم من صلوات مضيعة الأسرة الوحدة اللي فيها خمس أفراد وست أفراد كم منهم يصلي وكم منهم لا يصلي التزامها يعني مش صلاة بحسب الظروف والمناسبات لا صلاة صلاة يعني صلاة يعني زي طعامك وشرابك زي ما بتاكل ثلاث مرات تصلي خمس مرات الله تعالى طلب منك ذلك فهل أقمنا الصلاة نحن أقمنا الصلاة في بيوتنا وفي مجتمعتنا إقام الصلاة مش تصلي ساعة ما تيسر لك وأنا أتعجب غاية العجب يعني الصلاة هي غذاء الروح كما أن الطعام الشراب والنوم وتغيير ملابسك وأخذك الحمام ونحو ذلك هذه متطلبات جسد لا تستطيع العيش بدونها فالصلاة غذاء روحك وكونك لا تغذي روحك تبقى روحك مظلمة تبقى روحك غير مشرق تجد كده في وجهك والعياذ بالله قطر وسواد بسبب إهمالك لصلاتك اللي هي أصل ما أصل يعني أصل عبادتك أصل علاقتك بالله سبحانه وتعالى أعظم الأعمال بعد الشهادتين هي الصلاة فهذه هذه مسألة كبيرة أنت تمشي وأنت يعني ذاهب إلى صلاة الجمعة وأنت تأخر قليلا والإمام على المنبر وباقي على نهاية الخطبة الأولى دقيقتين تلاتة والناس في المقاهي في المحلات وعلى العربيات بتبيع والبصات الكبيرة بصات الدولة اللي هي وزارة النقل شغالة والميكروبوسات شغالة والشارع زحمة ودي جمعة مش صلوات خمس اللي هي من تركها ثلاثة مرات طبعا الله على قلب دي الجمعة الجمعة اللي هي إيه اللي هي الصلاة الأسبوعية أنت بعينك كده تأمل حال الشارع والخطيب على المنبر شوف الناس اللي حواليك ما بتصليش قد إيه مسؤولية من ومن الذي يبكي على هذا ومن الذي يحرك قلوب الناس حول هذا ومن الذي يعني يتألم لفقد عبد من عباد الله قاعد على المقهى قاعد يشرب شيشة ويلعب طولة وضمنة والخطبة بقي عليها دقائق وتنتهي وده قاعد ولا على باب ده موجود فينا ولا مش موجود فينا موجود وجود كثرة بص على الشارع يوم الجمعة وأنت تعرف فالله الله في الصلوات والله الله في الجمعات والله الله في الجماعات الصلاة الصلاة نور الصلاة خير موضوع أفضل شيء وضعه الله في الأرض هي الصلاة وأنت يعني تدخل على الله في أي وقت لا تحتاج إلى وسطها استقبل القبلة توضى واستقبل القبلة وكبر خلاص أنت كده دخلت على الله سل حاجتك تعطى واسجد لله تعالى وابكي واستغفر ربك ترفع درجات عند الله في الدنيا والآخرة فليس في أعمال الإسلام بعد الشهادتين عملا أعظم من الفرائد أعظم من الصلاة التي هي الصلوات الخمس التي فرضها الله ومن عظيم شأنها أن الله تبارك وتعالى لما فرضها لم يرسل بها جبريل الله تعالى كل شرائع الإسلام كان يأتي بها أمين الوحي طيب لما أراد يفرض علينا الصلاة لا هو أخذ محمدا صلى الله صلى الله عليه عنده عرج به إلى السماوات العلا وكلفه بها كفاحا كلمه بها فرضاه عليه بدون واسطة وكانت خمسين تعرف خمسين صلاة يعني إيه؟ أنه نصلي لو نصلي خمسين صلاة فاربعه وعشرين ساعة تتحسب إزاي دي يعني عندنا كل خمسة وثلاثين صلاة كل خمسة وثلاثين ديئة صلاة لو كانوا خمسين فراح ونزل فلقيه موسى عليه السلام قال إني جربت الأمم قبلك وأمتك ولا تطيقوا ذلك فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فظل صلى الله عليه وسلم ترددوا بين موسى وربه يسألوا التخفيف حتى صارت خمسا في العمل خمسين في الأجر أنا عايز أتخيل معاك لو إحنا علينا خمسين صلاة في اليوم كنا هنعمل إيه؟ ونقعد في الجامعة اللي 24 ساعة لو أنها خمسين صلاة فرحم الله تعالى الأمة وفرض عليها خمسة صلاوات هي غذاء روحها فلن يصليش ده بقى روحه وعمل إزاي روحه هذه التي لا تأخذ غذاءها جسدك إذا لم يأخذ غذاءه في الأوقات المعلومة بتاعتك هتصدع لأنت رايح عمل ولا أنت شغال عايز تاكم عايز تفرم فدكّلت وشربت عشان تقوم شوف شغلك طب وروحك بقى المظلمة دي فين غذاءها؟ إنت نمت عم فلا يعني فمن أراد إشراق إشراقة الروح إشراق الروح في الصلاة جمال النفس في الصلاة نور الوجه في الصلاة إذابة قسوة القلب في الصلاة أنا غير متخيل صراحة والله رحم الله عبدا أهمل صلاته غفر الله لعبد ضيع صلاته هذا الله عبدا قصر في صلاته عايشت زي أنا عايز أتخيل أنك من غير الصلاة دي حياتك عاملة شكلها أنت خسران كتير يعني أنت خسران خسارة لو ربحت مال الأولين والآخرين أنت خسران لو حصلت أكبر مناصب الدنيا أنت خسران لو عندك من الذرية والبنين ما لا يعد أنت خسران عندك من الأراضي والأطيان ما لا يحصى أنت خسران ليه؟ لأنك مضيع أعظم أعمال الروح أعظم أعمال الإسلام العظيمة الصلاة رسولك صلى الله عليه وسلم كان يقف بالليل بعد الصلاة الخمس دول يوميا ثلاث ساعات بحد أدنى يصلي مش مطلوب منه لكن هو ما يعرفش يقعد من غير كده وصل حتى تورمت قدمه صلى الله عليه آله فيقال له تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيقول أفلا أكون عبدا شكورا أصحابه رضي الله عنهم ظلوا في أولي الإسلام سنة كاملة يصلون كل ليلة ثلاث ساعات غير الصلوات المفروضة ألفوا ذلك وعشقوا ذلك وتأثرت قلوبهم بذلك فصارت صلاتهم أحب إليهم من كل شيء النبي صلى الله عليه وراجع من غزوة المريسيع قال من يحرسن الليلة فرشح واحدة من الأنصار كان عباد بن بشر ورشح من المهاجرين عمار بن ياسر عمار وعباد قال أحدهم للآخر تحرس أولا أو آخرا فعباد بن بشر قال أنا أحرس أولا وهم يعني على فمل الشعب يعني فيه ممر كده هم يدخلوا بعد كده في وادي الجيش ينام في المكان الواسع وعلى مدخل الوادي ده حتة كده ضيقة هم وقفين حراسة عليه عمار نايم وعباد وقف يصلي بينما هو يصلي إذ جاءه سهم السهم ده مش حقنة بتاخدها السهم ده لما يدخل في جسمك عشان تنزعه يقطع شريينك يعني دمك يتناثر في كل حتة فهو يصلي جاءه السهم فنزعه وأكمل صلاة فجاءه سهم ثاني فنزعه وأكمل صلاة فلما جاء السهم الثالث أيقظ عمار فلما استيقظ عمار وجد بركة من الدم من حولين عباد بسبب السهم اللي نزعها من جسده قال هل لأي قسطني عند أول سهم قال والله لولا أن حرس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركت صلاتي ولو أنت انفريد سالفتي ولو تتقطع ريئة صلاته دي مش الفريضة هذه ليست فريضة وبيصلي بالليل مش هيسيب صلاته حتى لو روحوا تطلع فبقى إيه فأقول بس إحنا اللي خلينا سيب الصلاة إن إحنا حرس حرس الصحابة اللي نايمين في الوادي جوه عشان يلحق بقى يبلغ ويقول إن فيه يعني حدة يغير عليهم أو يعني إيه يأخذ بالاحتياج فالجلي الأول اللي أقام الله عليه الملة ونصر به الدين بيه كانت نظرتهم للصلاة الصلاة عندهم أحب إليهم من الدنيا وما فيه وإذا دخلوا الصلاة ناسوا كل شيء وإذا نزلت بهم الكروب دخلهم مع الصلاة فيجلبوا الله لهم كل خير واصرفوا عنهم كل أشعر عرافنا عن إيه بني الإسلام على خفز عارف يعنيش شهدتين عارف يعنيش إقامة الصلاة ده إيه ده ده لبش الإيمان ده إحنا لسه في أركان الإسلام اللي هو الأمر العام الشامل الذي يجمع الأمة لسه الترقب إلى إلى مراتب الإيمان ومراتب الإحسان دي أعمال أخرى يعني عشان توصلها مراتب الإيمان والإحسان لأ محتاج أعمال أخرى محتاج اجتهاد أخر فالصلاوات اللي هي دي الفراغ الأركان اللي بنيت عليها الملة يعني أنت عندك الغرفة لها أربع جدران وسقف إذا اختلوا واحد منهم لم تبقى غرفة تبقى عيش تفراخ تبقى جراش عربية إنما متبقاش بيت يوسكن فيه فكما أن البيت بني على خمس أشياء أربع أركان وسقف فكذلك الملة بنيت على خمس بنيت على خمس أركان هما الشهادتين وأعمال الإيمان اللي هي الصلاة الصيام الزكاة الحج بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة إقامة الصلاة خمس صلوات يا عباد الله يا عباد الله يا من أسلمت مجوهكم لله يا من رضيتم الإسلام دينا الصلاة 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 نور الصلاة رحمة الصلاة فتح الصلاة غسيل للقلب الصلاة راحة البدن الصلاة نعيم الصلاة قرة عين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوعلت قرة عيني في الصلاة فاللهم يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين لا تحرمنا السجود بين يديك إلى أن نلقاك أعظم أعمال الإيمان أيها الكرام هي الصلاة قال إقام الصلاة وإيتاء الزكاة الزكاة باختصار شديد هي عمل الإسلام فيما تعلق بالمال بالاقتصاد كفالة الأغنياء للفقراء الله تعالى أعطاك المال وطلب منك بس 2.5% فيما تعلق بعروض التجار عايز منك 2.5% على كل ألف 25 جنيه على كل 10 ألاف جنيه بـ 2.50 جنيه ما تقوليش بقى نصاب و 72 جرام دهب ولا 86 على مذهب الجمهور و 72 على مذهب المالكية خليها على نصاب الفضة عند الأحناف عشان نرعي حق الفقير كل معك 10 ألاف زكيه حالعلوم الحرون زكيه لا تنتظر أن تملغ نصاب ذهب معك 10 ألاف دار عليهم حول ادفع زكاته 250 من 10 يعني يقلقوك ما يقلقش لكن يسده خانة عنده واحد فقير أو عنده مريض أو عنده جائح ده إيه؟ ده عروض التجار زكات الزروع باختصار شديد اللي عنده زرع بقى إيه؟ نصف العشر نصف العشر يعني إيه؟ يعني على كل 100 كيلة من القمح خمس كيلات أو الأرز خمس كيلات على كل 100 كيلة والله تعالى جعلها نصف العشر وجعل عروض التجارة ربع العشر لأن عروض التجارة فهم خطر وممكن يخسر إنما الزرع أنت بترمي الحب وتسقيها وتروح تنان من اللي بيزرعها؟ من اللي زارع؟ من اللي نماها؟ من اللي باركها؟ والله قال أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فالله تعالى لأجل أن المخطرة في باب الزراعة ليست كالمخطرة في باب التجارة خل في دي نصف العشر وفي دي ربع العشر ومسألة بسيطة يعني والعلمة لهم كلام في الخارج من الأرض يربطون الزكاة فيها بما يعد قوتا أما ما يعد خضرة فالمال المتوفر منه يعني زراعة الطماطم والخيار والبدنجان والخضروات كلها على قول جمهور أهل العلم لا زكاة فيها والأحناف يقولون يا أيها الذين من وأنفقوا من طيباتنا كسلتم ومما أخرجنا لكم من الأرض فيأخذون بعموم الآية في تزكية الخارج من الأرض لكن بنقول المال المدخر من زكاة الخضروات طلع زكاة يعني إن لم يخرج من الزرع نفسه خرج من المال المستفاد منه من هذا الزرع فالزكاة الزكاة أصل من أصول الإسلام العظيمة جدا وعلي رضي الله عنه كان يقول ما جاع فقير إلا بما تمتع به غني إحنا عندنا في مصر والله الحمد مصر ليست دولة فقيرة مصر فيها بفضل الله يعني 101 مع الدين المليار يعني كل مليار فيه 25 مليون زكاة فلو عندنا بقى أصحاب المليارات دولي وبالدولار عندهم مش بالمصر أصحاب المليارات دولي لو طلعوا زكاواتهم لن تحتاج الدولة إلى إنشاء مستشفيات سرطان ولا خمس تسعات ولا ست تسعات طلعوا زكاة الأغنياء دول تكفي الأمة عشر سنين قادمة لا يبقى عندنا فقير المليارات بس تطلع يعني زكاوات المليارات تخيل في كل مليار جنيه 25 مليون يعني من قول 25 مليون بقى في تزوج الشباب وتزوج وكفالة الأرامل واليتامة والمساكين من إحنا عندنا أكثر من 101 عندهم مليارات أكثر من 101 دول لو أخرجوا زكاواتهم ما بقي عندنا فقير فهذه أيضا يعني مسألة لو أن الدولة تلتفت لها تلتفت لمسألة جمع الزكاة والناس تفرح بدفعها بدل الضرائب الضرائب يتهربوا ويعملوا بقى ميزانيات مضروبة واخد بالك ويدور يلفه ويدور مع المحاسبين القانونيين عشان يطلع نفسه زي الشعر من العجيب ما يدفعش للدولة لكن الدولة لو قالت ادفعوا الزكاة اللي هي فرض الله عليكم المفترض يعني ألف بقى إسلام أن الناس تسرع إلى دفع زكاواتهم فينمو الخير ويكثر الخير وتعم الخيرات ويفجر الله لنا كنوز الأرض من أعظم أسباب الغينة إخراج الزكاوات الله أعلم والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة